السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هاد الفيديو رايحين نحلو مع بعض ونشرحو دروس تمارين الصفحة 114 لسنة ثالثة متوسط من الوحدة الرابعة ليهي مي أند ماي انفيرمنت نتمنى شاء الله هاد الفيديو مع الشرح اتفيدكم إذن نبدأ على بركة الله في الصفحة 114 بسم الله عدنا زوج كلمات عدنا كلمة وعدنا زوج شروحات رايحين تربط كل كلمة بالشرح انتحة أو بالتعريف انتحة من خلال وش سمعت في النص اللي كنا تستمع إليه في القسم اللي أنا قلت لكم ما وش متوفر عندي أعتذر ما وش متوفر عندي كنسخة باش نحطها تقرأوها عندي الأوديو المسموع ولكن ما قدرتش نحطه في الفيديو إذن أعتذر هنا رايحين نشرحو الكلمتين ونفهمو مع بعض وش على واش يدور هذا زوج كلمات وش معناهم باللغة العربية إذن تابعوا معي إذن هنا الشرح انتعى الكلمة الأولى اللي هي إيكو سيستم إذن هنا كلمة إيكو سيستم هي إيكو إيكولوجي النظام الإيكولوجي هو هنا اسم كلمة هي اسم هي كل الكائنات الحية العيشة الكلمة الكائنات الحية التي تعيش في منطقة وطريقة تأثيرها على بعضها وعلى المحيط بايو دايورسيتي اللي هي بايو لايف ودايورسيتي هي هو العدد وأنواع الحيوانات أو النباتات الموجودة في هذا العالم سواء كانت في منطقة محددة أو في العالم جمعة إذن هذا هو الشرح انتعى الكلمتين إيكو سيستم باللغة العربية وشرحها أيضا باللغة الإنجليزية ربطنا كل كلمة مع الشرح انتاحة ننتقلوا الآن إلى تاسك سيكس إذن هنا راحين تستمعوا إلى النص الثاني and write down on the map عدنا خريطة الجزائر راحين نكتبوا تحتها هنا راحين تكتبوا تستمعوا وتكتبوا لتسمية تاع الحظائر والتسمية تاع الولاية ليقع فيها تلك الحظيرة إذن شوفوا معي نشرح هنا ونحلو مباشرة باش من طولوش في الفيديو إذن شوفوا معي إذن هنا هذه هي التسميات للحظائر وأين هي موجودة إذن الأولى إن باتنا number two شريعة number three ونرهي number three number three number three مكاش عدنا four عن نهبة عدنا seven تيزيوزو eight بيجاية thirteen جيجل five تسمسيل twelve نعامة fourteen تيلمسان and ten جانت ونين هي تمان رست إذن هذه هي التسمية للمناطق الموجودة فيها جميع الحظائر ليسمعناهم في الصفحة صفحة 113 لتسميات الحظائر الموجودة الوطنية الموجودة في الجزائر إذن هذا هو الحل نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو أتفيدكم وتستفيدون تلاقوا في مواضيع أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر